بين العاصمة المؤقتة عدن ومأرب تنشط الحكومة الشرعية فينشط معها الأمل باستعادة مؤسسات الدولة من مخالب الإنقلابي لا يقتصر نجاح السلطات حتى الآن في نقل المؤسسة المالية وتفعيل لجان صرف المرتبات وتصدير النفط والغاز وتفعيل عمل المطارات والموانئ بل أيضا بتفعيل إصدار الجوازات هنا في عدن وفي بقية مناطق سيطرة الشرعية تستيقظ الحياة من موتها وتمذيب بط رغم العقبات الكبيرة والتحديات الجسيمة لكنها تمضي يقول الرئيس هادي إنه لا شيء يمكن أن يقف عثرة أمام عزم الحكومة وإصرارها على العمل من الداخل واستعادة الدولة المختطفة قرارات كثيرة في هذا الصدد أقرها الرئيس والحكومة معظمها أثرت الجدل السياسي في الداخل والمحيط الإقليمي لكن هذا الجدل لا يهم رغم تقاطعات المصالح في وقت تتأكل فيه قيمة الدولة اليمنية كلما تأخر الحسم العسكري والقضاء على الإنقلاب وما ترتب عليه من آثار في بنية الدولة العضوية والوظيفية ففي واقع كهذا لابد من المواجهة بمزيد من العمل السياسي والإداري كفعل موازل للعمل العسكري تحتاج الحكومة إلى ما هو أكثر من سحب البساط عن الإنقلابيين بل إلى تعطيل عمل العاصمة صنعاء تماما وإقناع المجتمع الدولي بعدم التعامل معها لكن هل تنجح السلطات في ذلك؟ الإجابة مرهونة بقدرتها على نجاح في مهمتها المفترضة فبوسع المؤشرات الحالية أن تحمل اليمنيين على الأمل بتفكيك سلطة الإنقلاب في صنعاء وجعلها عالقة في الفراغ مؤذنة بانهيار شامل يفتح الباب أمام خلاص كلي وبوسع الرئيس والحكومة أيضا أن يعزز من هذا الأمل بالمزيد من العمل والترتيبات الكثيلة بتثبيت الشرعية في مساحتها المحررة وتقديم النموذج الآمن لكن ليس بوسع الناس أن يتحملوا الوجع اليومي أكثر باعتباره نصيبهم الوحيد من الحرب الدامية والمريرة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر